اشتركوا في القناة اجي اعطيك اكس زائد الخمسة اللي هو مثالنا السابق واسكت اذا هنا انا اتكلم عن اللي هو الاسبريشن عبارة رياضية لما اجي اقول لك ترى اكس زائد الخمسة تساوي وعطيك رقم وفيه شفت عندك علامة تساوي وعملية حسابية اذا انت تتكلم عن اكويجن اكويجن اللي هي معادلة رياضية في المعادلة الرياضية وجود علامة المساواة هذا دليل على انه الطرفين مساويين لبعض الطرفين اللي هو الطرف الايمن هذا والطرف الايسر هذا المعادلة الرياضية قد تكون true وقد تكون false كيف يعني؟ 6 ناقص 2 تساوي 3 زائد 1 هل كلامه صحيح؟ هل 6 ناقص 2 هذا الطرف يساوي هذا الطرف؟ خلينا نشوف 6 ناقص منها 2 4 طيب 3 زائد 1 4 اذا هل هذا الطرف يساوي هذا الطرف؟ نعم يساوي اذا كلامك صحيح طيب تعال اعطيك مثال ثاني لما ناقص اقولك انه 2 زائد 2 تساوي 6 هل كلامه صحيح؟ هل الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر؟ طيب تعال نشوف 2 زائد 2 4 طيب هل 4 تساوي 6؟ لا ما تساويها اذا هذه الـ equation اللي هو نسميها false equation again so we have 2 types of equation عندي نوع من انواع الـ equations يا اما انها تكون true equations ويكون فيها الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر او انها تكون false equation ويكون الطرف اللي هو الايمن لا يساوي الطرف الايسر فيها خلينا ناخد تدريبات which of the following equations اي من المعادلات التالية are true equations خلينا نشوفها هل 10 تساوي 8 زائد 2؟ yes كلامك صحيح بالفعل اذا هذه الـ equation equation صحيحة لانه بالفعل لما ناجي اجمع 8 زائد 2 10 اذا الطرف هذا يساوي الطرف هذا طيب تعالوا لي على الـ equation اللي بعدها 8 زائد 2 10 و 5 زائد 5 10 اذا الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر اذا كلامك صح الـ equation هذه ايش صحيحة هنا عندي 7 ناقص 2 اختلفت الاشارات اشارة الاكبر ونطرح اشارة السبعة موجبة فاجي اقول 7 ناقص 2 5 اذا هنا 5 تساوي 7 زائد 1 8 هل الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر؟ هل فيه تحقيق للمساواة؟ لا ما فيه اذا كلامك ماذا؟ كلامك لا يساوي اذا كلامك غلط اذا هذا احط عليه x واحط له smileish هزين وزعلان الـ equation هي عبارة عن معادلة تحتوي على variable متغير تمام؟ هدفي دائما في المعادلة هذه اني اوجد قيمة هذا المجهول اني اوجد قيمة هذا variable اذا انا بالـ equation عندي هدف عندي هدف عندي target ايش هو target؟ اني اطلع قيم المجهول اللي انا ما عرفه صح؟ اللي هو يساوي استفهامات اوكي؟ هذا هو هدفي بالمعادلة حتى تتحقق صحة هذه المعادلة يعني احطيك الان تدريب مختلف بافكار مختلفة عن الـ equation لو اجي اقول لك مثلا ثلاثة تساوي k ناقص اثنين فانا ايش اصوي امسك الاثنين واوديها لا 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 لحظة لحظة امسك الاثنين لا ما امسك الاثنين انا امسك سالب اثنين لانه هذه الاثنين لها اشارة وهي اشارة السالب اذا ننتبه وركز معاي امسك سالب اثنين اوديها للطرف الاخر علشان اخلي k لوحدها هنا انا ازل k خليتها لوحدها طيب وبعدين الاثنين لما انقلها للطرف الآخر راح تروح بإشارة ماذا موجبة إذن نحن دائما لما نحرك الـ numbers من طرف إلى طرف أو حتى لما نحرك أي رقم من طرف إلى آخر راح تتغير إشارته فتصير موجب 2 موجب 3 العدد الذي لا يحمل إشارة فإشارته موجبة موجب 2 وموجب 3 خمسة إذن K كم قيمتها إذن الكي تساوي ماذا إذن قيمة الكي تساوي للخمسة حليناها وخلصنا خلينا ناخد تدريب جديد أيضا عن الـ equations 10 تساوي 2W أنا ما أبغى 2W أنا أبغى W وحدها علشان أتخلص من معامل اللي هو الـ variable معامل يعني العدد اللي جنب مين اللي جنب الـ variable يعني لما نأجي يقول لك 2W فين اللي هو الـ variable W فين معامل اللي هو الـ variable اللي هو الـ 2 أنا ما أبغى 2W أنا أبغى الـ W وحده طب وش الحل؟ الحل أني أقسم على معامل اللي هو الـ W اللي هو الـ 2 ليش يا تيتشر نقسم؟ لأنه في القسمة اللي هو البسط يروح مع المقام فيطلع لك إيش اللي هو الـ W الوحده أعيد إيش اللي يصير؟ اللي يصير عشان أتخلص من معامل اللي هو الـ variable إني أقسم عليه فلما أنا أجي هنا أقسم عليه اللي يصير إنه البسط راح يروح مع ماذا؟ مع المقام فينزل لي W طب أنا سويت شي في طرف مو لازم أسويه في الطرف الآخر طب اللي أنا عملته في الطرف الأيمن لازم ينعمل نفسه في الطرف الأيسر فأقوم أقسم على مين؟ على 2 عشرة لما أقسمها على 2 راح تطلع لي الناتج كم؟ راح تطلع لي الناتج عشرة تقسيم 2 اللي هو 5 إذن قيمة الـ W تساوي ماذا؟ تساوي لي الخمسة نأخذ الآن فكرة مختلفة E على 2 تساوي لي 6 طيب أنا ما أبغى اللي هو E على 2 أنا أبغى بس E لازم دائما المجهول يطلع لي بس الـ variable بس الوحده في النهاية أنا أبغى بس إني أطلع الـ variable ماذا؟ لوحده الحل إيش؟ الحل إني أضرب في مقلوب هذا الكسر عشان أتخلص من الـ 2 مقلوبها 2 على 1 صح ولا خطأ؟ أضربها في راح أضربها في ماذا؟ في 2 على 1 ليش طب أنا ضربت في 2 على 1؟ عشان أتخلص من الـ 2 فالـ 2 راح تروح مع الـ 2 E على 1 اللي يتبقى لي E على 1 صح؟ طيب الـ E على 1 يعني E صح ولا خطأ؟ يعني E خليني بس أغير اللي هو الـ another color عشان هذا مواضح أعيد مرة ثانية الآن أنا اللي سويته في الطرف الأيسر اللي هو الطرف اللي فيه المجهول إني أنا ضربت في 2 على 1 ليش؟ علشان أتخلص من الـ 2 تخلصت من الـ 2 تبقى لي مين؟ تبقى لي اللي هو الـ E على 1 يعني E اللي أنا عملته في الطرف هذا المفروض ينعمل في الطرف هذا إذن أيضا لازم تنضرب اللي هو الـ 6 في ماذا؟ في 2 على 1 نصيحتي لكم إحنا لما نستخدم اللي هو الضرب ما نكتبه X في الرياضيات ما نكتبه X وإنما يكتب على شكل ماذا؟ اللي أنا أمسح لكم إياه عشان تشوفون وإنما يكتب على شكل point يعني لما تكتب لي 6 point اللي هو 2 على 1 أفهم إنك راح تضرب هذا بهذا لا تحط X عشان ما تفكره variable فنحنا راح نشيل اللي هو إشارة الـ X هنا ونحط بدالها اللي هو الـ point هذه وبعدين أجي أضرب 6 في 2 على الـ 1 عملية ضرب عادية عملية الضرب تصير هنا بسط في بسط ومقام في مقام 6 في 2 تصير ماذا؟ تصير 12 12 طبعا 1 في 1 1 فنحنا ما نحطه إذن الـ E تساوي لماذا؟ الـ E تساوي 12 إذن هذا هو الناتج نحنا كل هذه الهرجة علشان نطلع اللي هو أنه E تساوي 12 إن شاء الله أنت مع التدريبات أو أنت مع التدريبات والاستمرار رح تعرفين طلعين اللي هو نتائج اللي هو الـ Algebraic Equation بسرعة الصاروخ سيوا إن شاء الله in the next episode والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة